لمعرفة المزيد من ردود الأفعال يحضر معنا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد عبد سطر بن موسى كمنظمة حقوقية كيف تفعلتم مع صدور حكم بالأعدام على المئات من الأشخاص وفي محاكمة كما وصفها العديد خاصة من المحامية المتهمين بالسريعة وكذلك وصفتها العديد من الجهات الحقوقية احنا بدرنا بإصدار بيان منذ الصباحات اليوم أدنا فيه هذا الحكم اللي هو عبارة عن إبادة جماعية هذا الحكم الذي خرق جميع مبادة المحاكمة العادلة باعتبار فيه بعض دقائق صادر هذا الحكم وصادر في غياب المتهمين وفي غياب المحامين يعني هذا حق الدفاع هو حكم سياسي بامتياز احنا توجهنا حملنا المسئولية في البيان هذا إلى السلطات المصرية السلطة التنفيذية لأنه قرار سياسي ثم لسلطة القضائية وطلبنا بإيقاف تنفيذ هذا الحكم ثم بمراجعته وطلبنا من قواء المجتمع المدني في مصر الحقيقة موقفهم كان به كل مدينهم وفي العالم لإيقاف تنفيذ هذا الحكم الأحكام الجائرة ولمراجعته احنا من انطلاقا من يعني موقفنا الرافض لعقوبة الاعدام وكنا حتى اثناء مناقشة الدستور طلبنا بعدم دسترة هذا العقوبة الاعدام لأن عقوبة الاعدام يستعملها الخصوم السياسيين يستعملها تستعملها السلطة لتصفيت الخصوم السياسيين وهذا ما حصل معنى كل نظام سياسي بيش يتخلص من خصومه يستعمل عقوبة الاعدام نعم هذا موقف طبعا رابطة كذلك رأينا ردود أفعال سواء داخلية أو خارجية إذا هذه الأحكام يعني كيف تقيمون هذه الردود الحقيقة ردود الأفعال في كامل بلدان العالم سواء كان العالم الغربي أو في تونس المجتمع المدني والسياسي كلهم أجمعوا على إدانة هذه الأحكام الجائرة بتابعها أيضا في مصر هناك الأعلام الذي كان مع أغلبية الوقت ضد يعني التنظيم الإخوان المسلمين كل أغلبية ما ريش قليل من الأعلام اللي برر هذه أحكام لا تبرر لا تبرر لا تبرر في اعتقاد المحابين في مصر وقفوا 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 بها وأيضا مجتمع المدني في تونس المجتمع المدني نعم سيد عبد السلطر بحديثك عن ردود الفعل داخل مصر ألا يؤزم هذه الأحكام الوضع في مصر الذي هو حرج أكيد أكيد هو علش تؤزم الوضع لأنه كما قلت في محاكمة سياسية ودل على ذلك وجود بعض المحكومة عليهم بالأعدام من الصفة الأول من تنظيم الإخوان المسلمين المرشد العام والرئيس السابق لمسجر الشعب هذا سيؤزم الوضع في مصر وثم لو نفذ هذا الحكم ستكون جريمة ضد الإنسانية وفي اعتقادي المعالجة القضائية والمعالجة الأمنية لا يمكن بأي حال من أحوال أن تحل المشاكل نحن أعتقدنا بعد الثورات العربية أن لا نستعمل مثل هذه الأحكام أن نستعمل القضاء لإبادة الناس هنا نعم يعني ننقل مصطلح تم استعماله بكثرة هو أن هذه الأحكام فيها التشفي خاصة يعني وصف من السياسيين هل فيها فعلا تشفي خاصة إذا ما قرنناها بطريقة التعاطي مع المنتمين لنظام حسني مبارك يعني وكيفية محاكمتهم سابقا في اعتقاده وأنا جابت قلت هذه محاكمة سياسية وكل محاكمة سياسية الهدف منها التشفي لأنه تخذ القرار سياسيا يعني في اعتقادنا في العالم العربي ما زلنا بعد أن القضاء بيش يكون مستقل نحن ننظر في تونس من أجل أن يكون القضاء مستقل معامل غربي بمكان في مصر معناها ما موقعش أحكام بالأعدام ضد معناها يعني رموز نظام السابق وبعد يعني يقع الآن تصدر أحكام جائرة وخاصة جماعية هو أول مرة في التاريخ الحديث مش في مصر فقط في التاريخ الحديث أول مرة يصدر حكم أعدام جماعي نحن نده به ونطالب كافة قوى المجتمع المدني والسياسي في تونس وفي العالم العربي وفي كل العالم بالعمل لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام ولمراجعتها رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد سطر موسى شكرا جزيلا لك على الحضور معنا ترجمة نانسي قنقر